اشتركوا في القناة القمر ما زال في مرحلة خلو المسار الآن هو تقريبا انتقل للدلو ولكن ما زالت اللي هي ساعات خلو المسار اللي بدأت من تقريبا من قبل الحلقة من الساعة 10.29 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ولغاية ساعة 33.38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني اثناء بث هاي الحلقة الآن احنا في اواخر خلو المسار يعني ضايل 38 دقيقة تقريبا بعد ما ينتهي خلو المسار زي ما حكينا ساعة 33.38 دقيقة بكون استقر القمر تماما في برج الدلو مبلش يشكل اول زوايا ليلو طبعا القمر في منزلة سعد السعود وهي جيدة لتوطيد العلاقة والحرية والربح وسيئة لامور التفريق اما بالنسبة للقمر لما بكون موجود في الدلو في هاي الفترة منشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير والروتين هو عدو هذه الوضعية منكون ودودين اكثر ومنشعر يعني مننشط اجتماعيا منرغب في الاندمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر منه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفزيون او اجهزة الكترونية او تجربة الطعام الجديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم وتنقلات الكواكب فاول زاوية رح تكون زاوية تثليت ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة سبعة وصد دقائق مساء بتوقيت جرينيش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة مساء برضو بتوقيت جرينيش من واجه مصاعب وعراقيل بتتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وما نعتمد على الحضوض فيها نهائيا بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب للماضي بدل عن مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية تتليف ايجابية رح تكون بين عطارد وزحل رح تكون في تمام الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على تحليل الامور والتصرف بحكمة وهي جيدة لجميع الاعمال اللي بتتطلب التركيز بعد هاي الزاوية طبعا هاي الزاوية رح تستمر تقريبا بحدود السبع ايام وهي مثرة بعد الزاوية هاي مباشرة بصير عنا اللي هو الحدث اللي حكينا عنه قبل ايام اللي هو انتقال المريخ رح ينتقل المريخ من برج الدلو لبرج الحوت اعتبار من ساعات الصباح يعني في تمام الساعة اربعة وسبعتاشر دقيقة صباحا بينتقل المريخ حكينا لبرج الحوت وبيمكث فيه حتى فجر يوم ثمانية وعشرين ستة انتقال المريخ من برج لاخر دائما بيحمل معاه او غالبا شحنات من اعمال العنف والمواجهات والاحداث الصعبة هاي المرة ونظرا لدخوله ببرج مائي من المحتمل وقوع حوادث اللي هصلها بالماء والسوائل كغرق بواخر او عبارات او تسرب نفط او امور الها علاقة بالنفط او ايشي له علاقة بالناقلات يعني اي ايشي له علاقة بالسوائل بيشعر موليد برج الحوت بهاي الفترة بالطاقة والحيوية والجراءة والرغبة الجنسية وبيستفيد معهم في ذلك موليد الابراج المائية الاخرى والترابية زي السرطان والعقرب والثور والعذراء والجدي وكذلك اي شخص تواجد عنده كوكب المريخ في ساعة ولادته في برج الحوت طبعا بما انه كوكب المريخ هو النحس الاصغر احنا منسميه فدائما هذا بيأثر سلبيا في وجوده يعني بيأثر على باقي الابراج سلبيا او بيعطي شحنات سلبية في كثير من الاوقات او مش كثير اغلب الاوقات بتكون تواجده سلبي فعشان يكتأثيراته على جميع الابراج خلال الفترة القادمة الحمل بدهم يحذروا من تآمر من وراء الكواليس يعني اشخاص بيتآمروا عليهم من وراء الكواليس اما بالنسبة للثور بدهم يمتنعوا عن مواجهة او فرض السيطرة على صديق اما بالنسبة للجوزاء بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل السرطان بدهم يحذروا في السفر البعيد او التنقلات البعيدة بدهم يتجنبوا قضايا قضائية اما بالنسبة للأسد بدهم يحذروا من اي شراكة مالية في الشراكة العاطفية والمالية الميزان في العمل لسيما في العلاقات مع الزملاء بدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة لانه عندهم شوي اسفل الظهر بكون مهدد للاصابات العقرب بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الاحباء القوس بدهم يتجنبوا مواجهة مع افراد العائلة بدهم يحذروا النيران والادوات الحادة الجدي بدهم يحذروا في عملية التنقل داخل المدن او السفر وبدهم يتجنبوا مواجهة مع اخ او جار الدلو بيستفيدوا ماليا ولكن بتتصاعد عندهم النفقات الحوت بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه عندهم استعداد للتصرف تصرفات متسرعة او ممكن بعصبية بعد هذا الانتقال في زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر واورانوس راح تكون في تمام الساعة خمس وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك يعني بشيء سلبي مش بشيء ايجابي اما بالنسبة للحدث الثاني واللي بدي يصير وهذا طبعا ضروري واهم اشي النساء هم اللي بيهتموا في هذا الموضوع اكثر اشي او بهمهم هذا الموضوع كوكب الزهرة بده يبدأ بعملية التراجع في برج الجوزاء في تمام الساعة ستة وخمس واربعين دقيقة صباحا ورح يستمر في عملية التراجع حتى صباح يوم خمس وعشرين ستة خلال هاي الفترة يجب ان نكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لا سيما احبانا ممكن تتوتر علاقتنا بهم لاتفه الاسباء وممكن انه تتعرض العلاقات العاطفية الضعيفة لتوتر وتزداد سوء وممكن تصل في بعض الحالات للانفصال او قطع العلاقات طبعا هاي مش للنساء بس هاي للنساء او للرجال ولكن للنساء خلال هاي الفترة يحضر تماما تماما اجراء اي عملية تجميل مهما كانت صغيرة او كبيرة دائما منقول في فترة التراجع الزهرة اللي مسؤول عن الجمال وعن الحب وعن الامور هاي منقول انه عمليات التجميل في هاي الفترة يعني بلاها اما بالنسبة للامور العاطفية الاخرى اللي هي زي خطبة وزفاف برضو بالفترة هاي مننصح انه ما يصير لا خطبة ولا زفاف طبعا بعد هاي الزاوية خلاص بكون انتهن الزوايا القمر موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم 14-5 في تمام الساعة ثنتين ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينيتش بتبلش فترة خلو المسار ورح تستمر حتى بعد منتصف الليل لساعة واحدة و24 دقيقة لينتقل بعدها القمر لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع الاخير اللي هو خلاص يعني اخر مربع اللي هو المربع الثالث احنا منسميه 21 يوم عمر القمر في تمام الساعة 10-22 دقيقة مساء بصير عمره 22 يوم نسبة الاضاءة 60% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 25 المزاج منتزج القمر في الدلو حتى 14-5 المزاج منتزج عطارد في الثور وحكينا رح ينتقل للجوزاء ورح يظل في لغاية يوم 28-5 مزاجه منتزج الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25-6 مزاجه منتحس المريخ في الدلو ورح ينتقل للحوت حتى يوم 28-6 مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى يوم 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى يعني بيتراجع حتى يوم 1-7 مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر موجود في بيتك 11 فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبك العمل ضمن مجموعة بتخوض مجالات عديدة ومتنوعة خلال هذا النهار أهم إش أنك تنظم جدول أعمالك تحسبا لضيق الوقت أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية وبرضو بتقدر تشحن حالك بطاقة أكثر وأكثر خلال هذا النهار ما تسمح لأي حد يحاول أن يعكر مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي ممكن اليوم تنضغط في بعض الدفعات أو المصاريف أو الالتزامات المالية في منكو ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي ولكن نسبة قليلة أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى النقاش أو على مستوى الحوار في منكو رح يبرع اليوم بالنقاشات أو إيصال وجهة نظره صحيح أنه فيه شوية ضغوط يعني شوية عصبية موجودة ولكن أنه مش كثيرة اللي عندهم امتحانات اليوم أو تنقلات بيبدعوا فيها وبتكون نتائجهم جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك بشكل قوي فيه نوع من أنواع التوافق بينك وبين أفراد العائلة وبيحملك هذا اليوم إما خبر أو مناسبة أو يعني هيك لمة عائلية أو نقاش موضوع معين بيكون إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني الأمور فيها ضغط شوي يعني ممكن تحتد أو تعصب من تصرفات الحبيب أو يصير شيء يعني شوي هيك يكون يعني سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس جيد على مستوى العمل فاليوم تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة وفي منك راح يهتم بمعاملة أو توقيع عقود أو الإطلاع على مسألة عملية ممكن أنها تكون يعني ذات جدوى أما بالنسبة للوضع الصحي فإجمالا بدأت الأمور تستقر خلال اليومين هدول ولكن ممكن في الأيام اللي بعديها لما يصل القمر لبيت المتاعب تشعر ببعض التوعاوكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور روتينية على المستوى بيت الشراكي يعني تعاملك مع الشريك بكون روتيني ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة برضو نفس الشيء يعني روتيني يعني اهتماماتكم هي نفس الاهتمامات البيت الثاني ببعض الدفعات أو الالتزامات أو الاهتمامات في سوق المال الأشخاص اللي مثلا بهمهم تجارة أو تجارة العملة أو هاي ممكن يهتموا في هاي الأمور ولكن احنا منقول لأنه الفترة هاي انتقال كثير من الكواكب وترجع كثير من الكواكب بتكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت التاسع فمنحكي الأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في مسائل إلها علاقة بأوراق السفر أو الأوراق القانونية كلها هاي إيجابية اللي عندهم امتحانات جامعية برضو اليوم بيبدعوا أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو جيد بيدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن تنجزوا بعض الأعمال بالتعاون مع زملاء أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب شوي الأمور ضاغطة عليه فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي وحاول إنك برضو في نفس اللحظة تحذر من أي شخص بيحاول إنه يكيد لك أو يتآمر عليك بالخفاء وزي ما حكينا من تأثيرات المريخ وخصوصا إنه رح ينتقل على مكان شوي رح يكون حساس بالنسبة لإلك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول إنك تراقب وضعك الصحي برج الثور يوم مناسب لمن يبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهميش إنك ما تشوه سمعتك الظروف فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة أو عمل مهم خلال هذه الفترة يعني تحاول تنجزه إذا كتكون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر أما بالنسبة للبيت الأول فزي ما حكينا نفسيتك شوي متقلبي خلال هذا النهار بين إيجابي وسلبي يعني فيه هيك الروتين عدوك في الفترة هاي أو في الحق بهاي وخصوصا تأثيرات الكواكب كلها هاي الموجودة بتضغط على الوضع النفسي عندك حاول إنك أنت تكسر هذا الروتين تشغل حالك بأي شيء على أساس أنه تطلع من وضع الروتيني أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تهتم في بعض المسائل المالية أو يعني ممكن بعض الأموال تجيك يا أما من عمل إضافي يا هبة يا مساعدة يا نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى الاتصالات والتواصل مع أشخاص حواليك وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك ولكن في لحظات ممكن يصير مزاجك صعب أو عصبي شوي حاول إنك ما يعني ما تعصب حل الأمور بمنطقية وعقلانية اللي عندهم امتحان ما يتسرعوا في الإجابة بدهم يركزوا بشكل جيد يدرسوا ما يعتمدوا على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع يعني الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت أو القلق أو إنشغال في بعض الأعطال أو المسائل البيتية شوي بدك يتركز فيها ممكن يصير سوء فهم أو خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الأمور العاطفية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل بالعاطفة على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بيدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه أشياء مميزة أنت بتعملها تلفت انتباه المسؤولين عنك بالنسبة للوضع الصحي إجمالا جيد أما بالنسبة للبيت السابع ببيت الشراكي برضو نفس الشيء روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا على بيت الشراكي الشراكي المالية أو الشراكي العاطفية يعني بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة ممكن اليوم تهتم في بعض المسائل المالية أو الحسابية أو تزديد ديون أو فواتير أو مراجعة بنك أو حتى أمور إلها علاقة في ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو جيدة لأمور التنقلات والاتصالات وفي منكم ممكن يهتم في امتحان جامعي برضو بيدعمه بشكل قوي وعلى مستوى القانوني برضو الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور برضو على مستوى بيت السمعة يعني هذا نفس القمر موجود فيه فعشان مثل ما حكينا في بداية التوقعات نفس اللي رح نحكيه هسا أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأمور يعني على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء يعني اليوم أحسن شوي ممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين صديق أو ما بينك وبين أحد العلاقات اللي أنت بتعرفها أو ممكن تطمئن عليهم أو يطمئننه عليك أو حتى يعني يكون فيه نوع من أنواع المجاملات أما بالنسبة للبيت المتاعب فالأمور برضو جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية وتهتم في بعض المسائل الخاصة وممكن تهتم بمسائل إما طبية أو علاجية أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج الجوزاء طبعا القمر انتقل الآن للبيت التاسع وهذا برج حليف لا إلك بتنشطه في أمور السفر أو التنقلات والاتصالات خصوصا يعني ممكن تكون بين محافظات أو تهتم بأوراق إلها علاقة بالسفر بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن يعني صير فيه تنقلات زيادة أو توقع على عقد أو تروج لموهبة معينة أو لاهتمام معين بدك تكون جري ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة حاول إنك تثبت طاقاتك بشكل جيد وجدارتك بالمواقع المتقدمة يعني الفترة هاي بتحملك انفراج كبير استغلها ولكن بدون تهور واندفاع وخصوصا إن الزهرة هسا بتتراجع عندك فعشان هيك بدك تركز في أمور الأوراق أو العقود أو الأشياء اللي بتعملها مش تعملها بثقة بالنفس وبعدين يعني تصير الأمور مش جيدة أما بالنسبة للبيت الأول نفسيا اليوم أنت أحسن يعني مشحونة طاقة إيجابية عالية جدا عندك رغبة بأنك تعمل أشياء كثيرة اليوم عندك مخططات كثيرة يعني بتحاول إنك تعبي فراغك بكل شيء أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأمور على المستوى المالي أنا شايف أنه المصاريف أكثر من الداخل يعني راح تصرف فلوس بأشياء ممكن ما إلها حاجة أو ما إلها لازمة حاول إنك أنت تركز بشكل جيد ممكن تحملك بعض الفرص المالية ولكن أنا شايف أنه مش لكل برج الجوزاء لا قسم بسيط منهم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى التنقلات ممكن تندفع أو تتهور خلال اليوم أثناء القيادة أو أثناء الحركة فممكن تعرض حالك لبعض الإصابات بدك تركز بشكل جيد اللي عنده امتحان برضو بده يركز ما يقدم امتحان بسرعة هيك وبعدين يلاقي حاله أنه هو جواب غلط حاول إنك أنت تركز وتهدي أعصابك ما في ذاعي للإنفعال والعصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني في بعض الضغوط ممكن تسبب لك بعض التوترات أو الأرط أو تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونك فهذا ممكن يعصبك أو يخليك تفقد اتزارك يعني بمعنى آخر عصبيتك يصير زيادة عن اللزوم حاول إنك تستقبل الأمر بكل صدر راحب اتجاوز الخلاف والانتقاد بتلاقي الأمور مشت بشكل جيد في منك ورح ينشغل في بعض التصليحات والترتيبات المنزلية أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي جيد بيدعمك بطريقة جيدة جدا ممكن يصير فيه تواصل ما بينك وبين حبيب أو يهمك مسألة لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس يعني بعض الأعمال ممكن تتراكم عندك أو تنضغط بالعمل كثير خلال هذا النهار أو يقلقك أمر إلو علاقة بالعمل حاول أنك تركز بإنجازه وما تخلي الأعمال تتراكم عندك يعني بدها شوية تركيز الوضع الصحي بده شوية رقابة أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفي فهو جيد جدا بيدعمك ففيه نوع من أنواع التآلف أو الأجواء الجيدة ما بين الأزواج أو المتزوجين أو حتى شركاء المال تدعمك بشكل قوي ممكن اليوم يصير فيه نقاط طلاقي أو مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة برضو جيدة فيه اهتمام لأمور إلها علاقة إما بمصارف أو تصريف أموال أو حتى بنك أو أمور إلها علاقة بالتأمين أو الضريبة أو التزامات مثل جمعية أشياء من هذا القبيل بتهتم فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية ممكن تتأخر عن دوامك أو ممكن يتدخل بنقاش حاد ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل بدك تضبط أعصابك وما فيه داعي للتهور على أساس أن بيت السمعة دائما بيهدد سمعة الأشخاص وخصوصا إذا كان سلبي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء ففيه نشاط كامل اليوم عندك على التواصل مع الأصدقاء أو لقاءات أو عزايم أو دعوة أو جمعة معينة يعني كلها هاي بتدعم علاقاتك العامة وعلاقاتك مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو فارغ تماما بس بعطي شوية سلبية فعشان يك بنقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية ما تتهاون وبرضو ما تأجل أعمالك حاول أنك تستغل الفرص الإيجابية اللي لصالحك وبرضو في نفس اللحظة راقب وضعك الصحي يعني تحسبا أنه بلاش يصير فيه أشياء أو يكون فيه اهتمامات صحية إلك أو لأحد الأحبة برج السرطان بتنهمكو في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك بتكو تخففه من النفقات حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءتك وما تسمح لأحد بأنه يشكك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري طبعا القمر الآن تحرك من مقابلتك من المقابلة صار في البيت الثامن صحيح أنه فيه نوع من أنواع الضغط ولكن بظل أخف من الأيام اللي مضت أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا بتنشحن اليوم ببعض الطاقة الإيجابية اللي بتساعدك في إنجاز بعض الأشياء الضرورية ممكن تهتم في أمور شخصية وممكن تمل من الروتين تحاول أنك تعمل نوع من أنواع التغيير أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية يعني بتدعمك في بعض المسائل المالية وفي منكم ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتجيها من عمل إضافية نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاستصالات والتنقلات والاهتمامات بالإلكترونيات إجمالا وفي منكم ممكن يعمل ترويج لسلعة معينة أو ترويج لشيء معين وينجح معه خلال هذا النهر اللي عندهم امتحانات اليوم جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت تقريبا اليوم بتسيطر على الأمور بشكل جيد بيصير في نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة أو تقارب معين ممكن يعني شوية الاهتمامات الروتينية اللي أنت بتهتم فيها كمشاغل منزلية أعطال تصليحات ترتيبات طبق أشياء من هذا القبيل هي نفسها اللي ظل مهتم فيها ولكن الأجواء العامة ما بينك وبين أفراد العائلة إجمالا أنت مسيطر على الوضع وبتقدر تمشيها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس يعني البيت العاطفي متقلب خلال هذا النهار بين إيجابي وروتيني يعني ما فيه سلبي فعشان هيك منقول أنه جيد أو مقبول بمعنى آخر فممكن اليوم تهتم في بعض المسائل العاطفية أو تهتم في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس برضو جيد على مستوى العمل فيه منك رح يهتم في مسائل إلها علاقة بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منك رح ينشغل في ملف صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني الأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة تقريبا مش زي الأيام الماضية ولكن أنه برضو أخف حدية في نوع من أنواع التفاهم والتقارب ما بينك وبين الشريك اللي هم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني ما زال الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو المسئولية في بعض الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن خبر مع شخص خارج البلاد أو خلاف مع شخص خارج البلاد يشكل لك نوع من أنواع التوتر خلال هذا اليوم ما تزعج حالك يعني حاول أنك تمشي اليوم بإيجابياته وتتجنب السلبيات اللي عندهم أوراق قانونية أو معاملات ما يأجلوها اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني إجمالا جيد بيت السمعة بيدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي قصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات الكبيرة ممكن ينجزوا بالتعاون أو بمساعدة زميل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء يعني ضاغط شوي اليوم ممكن تتوتر أو يعني حفلة نميمة هيك بمعنى آخر تكون على بعض الأصدقاء أو المعارف بسبب سوء تصرفهم أو تعاملهم معك بالفترة الماضية أو عملوا أشياء أزعجتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة بتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشأن صحي بإلك أو لا أحد الأحبة برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر تعتبر يعني هي ولما بيكون القمر موجود بالسرطان ليش؟ لأنه مقابلك مباشرة وأكثرها تهديد بيكون لا استقرارك حاذر من الفضائح ممكن يتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخرج أو الحلول دون تشنج طبعا دائما لما بيكون في بيت الشراكي صحيح أنه بيت إيجابي لإلك أو حليف لإلك ولكن بالمقابل دائما بتكون الطاقة ضعيفة بالفترة هاي سهل جدا أنك تتوععك صحيا وبرضو سهل جدا أنه يصير في عندك خربطة في بعض الملفات أو المعاملات ما تقدر تنجزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى النفسي يعني حاسس بنوع من الإرهاق أو الملل أو مليتي من الروتين أو حابب تعمل تغيير أو يصير تغيير معين ولكن شوي الأمور مخربطة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي فيها نوع من أنواع الضغط أو القلق من مسألة مالية معينة ممكن الاهتمام بدفعات أو الالتزامات أو خايف من الجاي إذا كان فيه التزامات أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث الاتصالات والتنقلات جيد بيدعمك في بعض المسائل ولكن بشوف أنا أنه فيه نوع من أنواع الطيش أو أنك مش مركز مزبوط فممكن هاي الأشياء شوي تسبب لك بعض المشاكل حاول تركز بشكل جيد وحاول أنك تناقش بهدوء بدون عصبية اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا وما يستعجلوا في عملية تقديم الامتحان خصوصا المراحل الابتدائية والثانوية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيئة البيت يعني الأمور جيدة مدعوم بطاقة جيدة فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين أفراد العائلة بالعكس الأمور تدعم باتجاه جيد صحيح أنه فيه بعض الالتزامات أو المهام أو المتطلبات منك العائلية ولكن خلي فيه نوع من أنواع التقارب ما تعمل فجوة بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت الخامس هو روتيني ولكن برضو ممكن تهتم بأحد الأحبة أو بصحة أحد الأحبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن برضو مستوى الأموال المشتركة ضاغط عليك شوي بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق من حسابات أو التزامات في منكم ممكن يكون له مراجعة يا لبنك يا لضريبة يا لتأمين يا اهتمام في بعض المسائل المالية أو الديون أو الحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو امتحانات جامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو برضو جيد على مستوى اللي بيشتغلوا على مستوى السمعة أول شي بيت السمعة بتدعم سمعتك وبتحميها وفي نفس اللحظة اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المهمة والضرورية حتى لو كانت طاقتهم ضعيفة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الضغط ممكن الاستياء من تصرف صديق أو معرفة يعني شوي بوترك أو بسبب لك نوع من أنواع الحدية في الطباع أو بتقلق في شأن معرفة أو صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أن الأمور جيدة بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا النهار وممكن تهتم في مسائل إلها علاقة بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك برج العذراء رغم تراكم العمل أنتم قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء وخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمكم الواجبات وبترافقكم مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ما تهمل صحتك ولا الواجبات تجاه الأحبة طبعا القمر الآن صار ينتقل بالبيت السادس والسابع والثامن وهاي فترة صعبة دائما بتمروا على أي برج فأنتوا بتكونوا ديروا بالكوا بالفترة هاي حاولوا تنجزوا كل أموركوا تهتموا بصحتكوا بشكل جيد وحاولوا تخففوا من ضغط الحدية اللي بيكون موجود عندكوا في خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي يعني شوية جيدة ولكن مش بالقوة المعروفة ممكن تمل من بعض التصرفات أو من الروتين تحاول إنك تجد نوع من أنواع التغيير يعني بيرافقك هيكي شوية تقلبات في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية ممكن تحصل بعض الأمور المالية خلال هذا النهار وممكن يكون فيه أشياء إيجابية بتدعمك وممكن يعني يجيك دعم معين وممكن تهتم في بعض المسائل المالية كمصاريف أو دفعات أو أشياء مستقبلية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والاهتمام بالأجهزة والإلكترونيات السيارات الامتحانات يعني كلها بشكل جيد رح تكون ما بينك وبين أي شخص أنت بتتعامل معاه أو بتناقشه أو بتحاول تروج لسلعة معينة اللي عنده امتحان برضو اليوم بيدن بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع برضو على مستوى البيت الأمور تقريبا جيدة بتدعمك بشكل إيجابي ممكن اليوم يصير فيه تقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تسوي معينة ممكن اهتمام ببعض الأعمال المنزلية يعني بتكون الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو ممتاز ممكن يصير فيه تقابل ما بينك وبين الحبيب اليوم أو يعني العواطف عندك تكون جياشة ممكن يصير مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل أنت على حسب طبيعتك أنت والشريك وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية المشتركة فيها شوي الضغط وممكن اليوم تقلق بشأن شيء مالي ولكن إنه إجمالا تقدر تدور الأمور أنت بعقلانية أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور على مستوى التعامل مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو معاملات شوي بتلاقي فيها نوع من أنواعها صعوبة وممكن يجيك خبر من بعيد شوي يكون سلبي برضو أشياء العلاقة بالأوراق القانونية مثل ما حكينا بالفترة الماضية ما في داعي أنك أنت تشربك حالك في أشياء مش قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور تقريبا على بيت السمعة يعني شيئا ما إيجابية خلال هذا النهار ممكن يعني تحل بعض المسائل أو خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة ممكن ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير فيه تعاون ما بينهم بين زميل أو رئيسهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت بيت الأصدقاء شوي في نوع من أنواع الضغط اللي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر ممكن تقلق بشأن صديق أو ممكن أنه تستاء من تصرف صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل روتيني خلال هذا النهار وممكن تهتم بشؤونك الصحية أو ببعض المسائل اللي شوي يعني لها علاقة بأمنك وأمانك والحماية والأشياء اللي من هذا القبيل مرج الميزان طبعا اليوم انتقل القمر للبيت الخامس للكم وهو بيت قوي جدا وبيدعمكم بقوة فعشان هيك اليوم الأمور العاطفية والحظوظ بتلعب دور ملحوظ في حياتكم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني بتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش من أكثر أيام الشهر حظا أهم شي انك ما تقف متفرج بدك تسعى لأي مبادرة أجواء رومانسية ودافئة أما بالنسبة للبيت الأول العامل النفس اليوم بتحسن عندك أكثر مزاجك بصير مرتاح أكثر عندك ثقة عالية بنفسك وعندك قابلية لتغيير كثير أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الوضع المالي بيرتكز على المصاريف أكثر يعني دفعات ومصاريف بس حاول أنك ما تصرف في المكان الغير مناسب أما بالنسبة للبيت الثالث يعني الأمور جيدة على مستوى النقاشات الحوارات تبادل وجهات النظر تسويق لسلعة معينة الاهتمام في أمور إلها علاقة بالامتحانات برضو جيدة في منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات يعني زي سيارات أو تنقلات أو تليفونات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع وضع البيت إجمالا جيد اليوم في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنحل مسألة معينة كانت خلال الأيام الماضية مربكة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاهم أو المصالحة أو الاهتمامات الروتينية المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة جيد جدا تقدر تنجز كثير من العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو تقريبا نحكي روتيني يعني ما فيها الشيء الإيجابي أو سلبي بتتعامل أنت والشريك بشكل ودي في نوع من أنواع التقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو نفس الشيء الأموال المشتركة تهتم ببعض المسائل المالية أو التوفير أو الدفعات أو الالتزامات القادمة ممكن يكون منها بعضها مربك حاول أنك تقلل بس من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو حتى امتحانات جامعية كلها أمور ممتازة أما بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة جيد جدا تقدر تدافع عن سمعتك بشكل جيد وممكن الأشخاص اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات اليوم يصير في تعاون ما بينهم وبين رؤساهم بالعمل أو زملائهم بالعمل وإنجاز كثير من هاي الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات برضو بيدعمك بقوة بعلاقة معينة بصداقة تقارب تفاهم مساعدة يعني كلها هاي الأمور برضو بتكون جيدة خلال هذا النهر أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف شوية يعني فيه نوع من أنواع الضغط يعني ممكن تسبب لك بعض الإرباك أنك أنت تهمل في تقصير يعني أو تقصر في إنجاز بعض المعاملات الضرورية والمهمة وفيه منك ورح ينشغل فيه أشياء إلها علاقة إما بالصحة أو مراقبة الصحة أهم إشي أنه ما يتخلي الوسواس يسيطر عليك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية بتجدوا تعاون من أفراد العائلة احمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما اتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك اليوم ممكن يكون شوي متقلب أو تكون متجهم حتى طبعا وجود القمر دائما في البيت الرابع يعني تربيع مع برجك فهذا الإشي شوي بسبب لك نوع من أنواع الحدية أو التوتر بكون فيه نوع من أنواع السلبية فعشان هيك المزاج اليوم بكون متقلب ومتجهم في أغلب الأوقات ممكن تحتد وتعصب وممكن يصيبك ملل من الروتين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة يعني على المستوى المالي ممكن اليوم تحصل أمور مالية تجيك دعم أو هبة أو مساعدة أو حتى أمور إلها علاقة بالأعمال الإضافية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات وعلى مستوى الحوارات بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات اللي عندهم امتحانات مدرسية اليوم بدرسوا وبيقدموا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيت البيت مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني تقريبا روتيني على المستوى العاطفي فعشان يك ممكن تنزعج من بعض المسائل الروتينية بدك نوع من أنواع التغيير ولكن إجباري أنه اليوم يكون روتيني ما في مجال للتغيير أما بالنسبة للبيت السادس يعني الأمور جيدة على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع يعني بيت الشراك المالي والعاطفي ما بينك وبين الزوج ممتاز جدا في نوع من أنواع التقارب وممكن إنك تحلوا مسألة معينة أو تتفقوا على إنجاز بعض الأمور المهمة أما بالنسبة للبيت الثامن فنفس البيت السابع برضو جيد بيدعمك بقوة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الترتيبات المالية أو الدفعات أو حتى أمور إلها علاقة إما بمصرف أو ببنك أو إلها علاقة بتحويلات أو أشياء إلها علاقة بنوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات بحاجة لتوقيع أو معاملات قانونية اللي عنده امتحان أو دراسة جامعية اليوم برضو بكون جيد بالنسبة لهم أما بالنسبة للبيت العاشر بيتك بيت السمعة جيد جدا بيدعمك فممكن اليوم تدافع عن سمعتك وتفرض وجهة نظرك وبرضو ممكن أنك تهتم في مسألة في خصوصا الأشخاص اللي على مكان عملهم بالشركات الكبيرة ممكن يتعاون هو زميل أو رئيسه بالعمل أو ينجز ملف كان صعب أنه حدا ينجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد وضاغط في نفس اللحظة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن أنك أنت يعني ترتاح شوي أو يصير فيه نوع من أنواع التفاهم ما بينك وبين اللي حواليك أو بينك وبين الأصدقاء ولكن برضو ممكن أنك يعني تزعل أو تتضايق من تصرف صديق أو معرفة شوي إما أنه يحاول أنه يتجاوزك أو أنه يحاول يفرض رأيه عليك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو روتيني فعشان هيك ينجز الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم بشؤونك الصحية وحاول أنك تخفف من القلق والتوتر شوي برج القوس برج القوس أما بالنسبة للبيت الأول فهم شحونة بطاقة كبيرة وإيجابية يعني بتساعدك في إنجاز كثير من الأشياء يعني نفسيا تقدر أنت تتحكم أنك ما تضلك بنفس الروتين وتغير هيك أشياء معينة فتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن تنجز بعض الأعمال أو الأوراق أو المهام المالية أو تهتم في بعض الدفعات خلال هذا النهار في منكو رح يحصل على بعض الأموال بتيجي من عمل إضافي وفي منكو يعني ممكن شوي يهتم ببعض الالتزامات القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس يعني بتتعامل بطبيعتك بنفس الأحداث بنفس الروتين أما بالنسبة للبيت الخامس يعني شوي الأمور تقريبا على المستوى العاطفي بيكون فيها إيجابية ممكن ردات فعل معني بسيطة هيك تيجي ما بينكو وبين الحبيب ولكن الأمور ممتازة أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور يعني على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار وممكن تهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية جيد جدا بيدعمك اليوم بتقارب أو تصالح أو ممكن هيك حوار ما بينك وبين الشريك يعني يكون ممتاز أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو روتيني تماما على مستوى الأموال المشتركة فما في لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أهم شيء أنه اليوم اللي عنده امتحان بيقدم بشكل جيد دراستكم فيه استيعاب عالي جدا وبرضو في نفس اللحظة الأوراق القانونية والمعاملات بصالحكم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى بيت السمعة برضو الأمور جيدة بتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال أو المهام اليوم بواسطة أحد المعارف أو العلاقات أو حتى زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه ضاغط عليك يعني شوي علاقاتك أو معارفك موترينك إما بفضولهم أو تدخلهم في حياتك أو إساءتهم لإلك أو ممكن تحسسك من موقف معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمر روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالعكس بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منك راح يهتم ببعض الشؤون الصحية برج الجدي برج الجدي تم فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حاضرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية إعمل بجدية نظم شؤونك المالية وإمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على المستوى النفسي اليوم برضو جيدة أنت مدعوم بطاقة إيجابية ممكن تعمل أي تغيير حاول إنك تبعد عن السلبية بالمزاج والأفكار السودة هاي بتلاقي الأمور صارت ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى التنقلات والاتصالات وعلى مستوى الحوارات أو إقناع الأشخاص بوجهة نظرك وفي منك رح ينشط بأمور العلاقة بالدراسة أو إيشي العلاقة بملف معين ممكن ينجزها اليوم بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه روتيني على مستوى البيت بتتعامل على حسب طبيعتك ما فيه لا إيجابية ولا سلبية في الموضوع بالعكس الأجواء هادية أما بالنسبة للبيت الخامس في البيت العاطفي فأنا شايفه قوي اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو الاتصال ما بينك وبين الحبيب أو التفاهم على مسألة معينة أو ممكن تهتم بشاء حبيب أما بالنسبة للبيت السادس برضو جيد على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع أنا شايفه روتيني بيت الشراكة فتعاملك أنت والشريك على حسب طبيعتكم هذا للأزواج يعني كيف أنتوا كيف بكونوا تعاملكوا خلال هذا النهار ما فيه أي تأثيرات للكواكم أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت الشراكة المالية والعاطفية في بعض الاهتمامات أو التفكير في بعض المسائل المالية ممكن يكون فيه مراجعة إما لمصرف أو لبنك أو لأمور إلها علاقة بأوراق قانونية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بأشياء إلها امتحانات أوراق قانونية مراسلات أشياء زي هيك كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة وبيت العمل ممتاز جداً برضو ممكن أنك تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفيه منك رح يصير بينه وبين رئيسه بالعمل أو زميل له نوع من أنواع التعاون أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف فيه نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين صديق أو زميل أو أحد المعارف شوي يكون فيه نوع من أنواع التوتر في العلاقة أو تستاء من تصرفه أو يعني شوي تلاقي أنه هو إما بيستغلك أو بيحاول أنه يعني شوي هيك يشعرك أنه أنت مش فاهم الموضوع خلص أنتوا فهمين شو اللي أنا قصده أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منك رح يهتم ببعض الشؤون الصحية إلو أو لأحد الأحبة برج الدلو أنتوا ممتلئون نشاط وحيوية وقادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات ممكن تتسلط عليك الأضواء أو على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغبوا في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة طبعا بما أن القمر وصل لعنكم معنات الفترة القادمة هاي فيها نوع من أنواع الدعم ممكن أن تستغلوها بشكل إيجابي وتشحنوا حالكم بطاقة إيجابية لإتمام كثير من الأشياء اللي كانت متعطلة في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية يعني شوي الأمور ممكن يصير في بعض التحرك خلال هذا النهار إلى أمور مالية إما تحصيل أموال أو الاهتمام ببعض الدفعات أو ممكن يجيكو مال من عمل إضافي أو مستردات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فعندك قدرة عالية جدا عن النقاش والحوار خلال هذا النهار ممكن أنك تناقش وتجادل وتحاور وتقنع أي شخص بوجهة نظرك أهم شيء أنه إذا كان عندك امتحان مدرسي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا استقرت الأمور في نوع من أنواع التفاهم خلال هذا النهار مشحونة بطاقة إيجابية ممكن ليصير حتى مصالحة أو تراجع عن قرار سابق والأعمال الروتينية المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور على المستوى العاطفي شوي ما في داعي للحدية والعصبية عشان ما تفقد حبيب خصوصا اللي عندهم يعني شوي علاقاتهم العاطفية متذبدبة يعني شوي بدهم يديروا بالهم بالفترة هاي أما على المستوى الحضوض والعاطفة فهي جيدة ولكن احنا بنحذر من النقطة هاي أما بالنسبة لبيتك السادس يعني الأمور تدعمك على مسألة العلاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة هاي وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو اهتمامات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني على مستوى بيت الشراكة تعاملك ما بينك وبين الشريك على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تنجزوا بعض الأعمال أو الأمور اللي إلها علاقة بالقروض مساعدات دعم فوتير يعني كل هاي الأمور جيد اليوم تقدروا أنك تتعاملوا فيها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو بيدعمكم على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد بيدعمك بيت السمعة فممكن تنجز بعض العمال الضرورية ولكن بدون مخالفة القوانين وبدون تهور ركز بشكل جيد الأمور كلها إن شاء الله بتصير لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد ممكن اليوم تتلقى اتصال من صديق يعني شوي يعيد لك التفاؤل يخبرك بخبر إلو علاقة بالفترة القادمة يعني يكون متعلق عليه آمال معينة أو بساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد يعني بدعمك على مستوى الامور بيت المتاعب ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن بعضك يعني يتعامل في أمور إلها علاقة في المستشفيات إلك أو لا أحد المعارف لإلك برج الحوت طبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب عندكم يعني هاي فترة لا تحسدوا عليها اليومين القادمات عشان هاي بتشعروا بالتعب بيسيطر عليكم ضعوا سلة من أولويات العمل الضروري وإخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم بالفترة هاي اتخلص من عادتك القديمة ممكن تنشغل يعني بس بالأشياء الروتينية فقط لا غير احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فبما أن بيت المتاعب ضاغط بها السلبية معناته بيت الشخصية برضو هو روتيني ولكن برضو بشحنك ببعض السلبية أو العصبية أو الحدية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني عن الأمور المالية ممكن شوي يكون في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مردودات مالية أو الاهتمامات في بعض المشتريات ولكن دير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والحوارات وتبادل الآراء والتنقلات والاتصالات يعني كلها أمور جيدة اللي عنده امتحان اليوم بيقدم بشكل جيد ولكن ما يعتمد على الحظ منقول له حاول أنك تستعد بدون ما تعتمد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت متوترة في حدية في عصبية ردات فعل متوترة هيك بينك وبين أفراد العائلة ممكن أنك أنت مش متحمل أو مضغوط أنت زيادة أو هم مش مقادرين يتفاهموا معك فعشان هيك ممكن تحتد ممكن أن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات العائلية اللي شوية أرقك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي برضو أنت مضغوط فعشان هيك برضو بتلاقي عصبيتك موجودة في هذا البيت بتسبب لك توتر وحدية أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا النهار وممكن تهتم بشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد يعني تعاملك ما بينك وبين الشريك أو بين الأزواج يعني جيد يعني إلا إذا كان طبيعة الشريك شوي مستفزة فبكون كملها عليك خلال اليومات أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على مستوى الأمور المالية المشتركة بروتين طريق التعاملك أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة وضرورية والاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو عقود كلها بتنجزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر ممكن تتعامل اليوم ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض المعاملات أو المهام أو توزيع المهام وممكن أنت تنجز ملف يعني شوي يكون صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية ولكن بدك تركز بدون ما تتعجل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور جيدة على مستوى العلاقات والاتصالات يعني شوي ممكن تقلق بشأن صديق أو معرفة أو ممكن تدخل بعض الأشخاص أو المعارف في حياتك ممكن شوي يزعجك ويسوي لك ردات الفعل السلبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات حاول أنك تدير بالك يعني الفترة هاي فيها نوع من أنواع صعوبة أهم شيء أنك تنتبه من الوعكات الصحية وبرضو من الوساوس للزيادة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أمور 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 ترجمة نانسي قنقر